بفعل الفيضانات التي اشتاحت بعض مدن وقرى محافظة ديالا قبل أشهر والتي أدت إلى خروج طريق بحيرة حمرين الدولي الرابطة بين قضاء المقدادية وخانقين عن الخدمة اضطر مستخدموا الطريق لإبداله بطريق الإمام وإسا الطريق المتهالك والذي لا يصلح مطلقا لسير المركبات وعلى الرغم من أن عددا من المسؤولين يمرون منه إلا أن حاله لم يجذب انتباههم مطلقا مواطنون طالبوا مديرية الطرق والجسور بإيجاد حل طريق العذاب والأذى كما أسموه اخوان احنا نعاني من هذا الطريق الله يخليكم سووا هذا الطريق طريق إمام ويس طريق العذاب احنا نعاني من هذا الشارع الحوادير يعني يشغل لك السيارات يتفلش للصدر حتى العبري خاف يجي منا يقول لك هذا الشارع عذية فاحنا نطلب من الحكومة زين يعني يسوينا هذا الشارع يعني خافوا على الشعب هذا الطريق طريق دولي طريق اللي يفوت من عنده وكأنه حياته براحة حتيدة مع كل الأسف المسؤولين كلهم دي يفوتون منه ويشوفون وكأنهم يشوفون يا عمي هما شيردون صالحون ترى هي ما بقى الطرق أنا قبل شميوم اجيت من تركيا الطرق بدت تنهار ونزلت منشوره على الفيسبوك قلت استبروا ثلاث سنوات ما يبقى طريق نهائيا بالعراق نحن نمشي على الترابي لأنه اللي موجود ده يتدمر شوية شوية لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالة طالبت دائرة المحافظة والطرق والجسور بإكساء الطريق ومعالجته وإنجازه بأقصى سرعة الإسراع بتنفيذ خط إكساء هذا الشارع لأنه السيارات الحمل وشارع تجاري أصبح لأنه معبر أصلاً حدودي معبر حدودي إضافة إلى السيارات الصغيرة اللي ناصية مرتين ثلاثة سوف تمر من هذا الطريق الحامل المريض كل إنسان يمر من هذا الطريق هو الطريق متكسر أقل حفرة بـ 20 سنتيم أو أكثر يجب على إدارة المحافظة ومديرية الطرق والجسور الإسراع بإكساء هذا الطريق وأنا كرئيس لجنة الخدمات أطالب مديرية الطرق والجسور خلال عشر تيام يجب إنجاز هذا العمل وخلال ذلك سوف أكتب إلى الجهات المختصة بدون زعل أو أخذ على الخاطر وبحسب متخصصين فإن أغلب طرق العراق تعاني من تقادمها وتهالك بناها التحتية وبالتالي تؤدي إلى مزيد من الحوادث التي يذهب ضحيتها الأبرياء وطريق الإمام وإستريق دولي استراتيجي ولابد من إيلائه بعض الاهتمام ترجمة نانسي قنقر